احنا شوفنا اوروبا بعد الحرب الروسية الاوكرانية رجع تستخدم الفحل مش بس البترول متفاعلين بان القمة توصل لنتائج وسط الظروف اللي بتحصل في العالم اشوف يعني اوكرانيا والحرب فيها ونتمنى على السلام ان يعني يعجل بتحقيق وارسائه هناك انه هناك ضحايا كل يوم صحيح وخطورة للتصعيب مع استمرار الحرب المحتاجه يعني نكون عمليين في النظر لبعض الامور صحيح انه بعد الازمة وتهديد مصادر الطاقة الازمة الامنية والعسكرية هناك هناك اللجوء لمصادر احفورية للطاقة منها الفحل ومنها استخدام النخط بشكل اكبر من مكان ده من دول اوروبية ومش المرة الاولى لدى عملت هذا الامر انه ما ارتفعت اسعار الطاقة حتى عبل اوكرانيا من مارس 2021 لسبتمر 2021 تظل ازبط كورونا بالضبط والما استعاد النشاط الاقتصادي عافيته مكانش عنده تلبية من ثلاثة الامداد بالنسبة للطاقة تسلم كدول المسؤولين عن توفير الطاقة في اوروبا فبعضهم اعاد استخدام مصدر الفحم اعودوا مرة اخرى في التعامل مع هذا المصدر بعد الحرب ولكن انا اتصور ده امر مؤقت او الموجة الاولى الموجة التانية والاهم هي انه تبين ان سياسات الطاقة واستراتيجيات حول العالم ينقصها الكثير خاصة بالنسبة للتنوع الجغرافي والتنوع من حيث مصدر الطاقة وبالتالي الاعتماد عن مصدر الجغرافي واحد قد يكون فيه مشكلة فيه توطر او فيه حرب معاه يعني فيقول لك لا انا عايزة انوع المصدر وبعدين الاعتماد فقط عن الطاقة المحفورية او الغازة الطبيعية حتى او النفط فيه لانه تداعيات بشدة الاعتماد عليه حتى فيه مجال ليتجاوز النظر في موضوع المناخ والعمل المناخي ده بيدي فرصة لبلاد زي مصر انه المفاوض الاوروبي تمرمن قال انه جلاده لن تكون في حالة اكتفاء ذاتي في اي مرحلة فيما يرتبط بالهيدروجين اللغتر عربت تبعت ان على مدار اخلاحية سابيع وشهول الماضية ان مصر ماشطة جدا فيه اطار الاعداد للبنية الاساسية وتطوير المشاركات في اكتر من 15 او تحديد 15 مذكر التفاهم تم توقعها بين مصر وشركاء من المستثمرين ومؤسسات مالية ودولية كبيرة للهيدروجين الاخدر وعندنا المصادر وايضا وعندنا ايضا المعايير اللي تم استحداثها بالتعاون مع عدد من دول افريقية عشان نطمئن من يتعامل مع هذا الهيدروجين انه اخضر فعلا ان مصادر الطاقة له تأتي من الرياح او من الطاقة الشمسية وبالتالي فيه دا يعتبر واحد من اهم المجالات فيه اقبل عليه كبير جدا وهي صناعة سوف تكون الاضخم مستقبلا ومصر فيه بقرة الاتنان في هذا الشأن اشتركوا في القناة